كل التفاصيل عن المنخفض الجو كريم اللي واصل لعننا قريبا بهيدا الاتصال هلا كانج من مصلحة الارصاد الجوية بمطار بيروت الدولة صباح الخير استاذ محمد صباح النور يا هلا صار في تعديلات ولا واصل اليوم بعض الظهر لا من اليوم عشي عمل شفت شي سبت ساعات بس بالاجمال يعني بس بدي ضوّع شغلة ما يكون في حالة هالهلع اللي عم بيناقل انه ناقص عشرة درجات الحرارة هي دخلك هيدا بدي اسألك عنها السوشيال ميديا هي ممكن توصل لنقص ست درجات طب هي زيتا طب هي زيتا اختلفنا على اربعة ساعة يعني هيكون في ساعة بس فترة كتير كتير اصير ساعة ساعتين مش اكتر بتصير بتطلع يعني للمينس فور بالنسبة لدرجات لطأس اليوم قليل غيوم عنا ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة بها الاثناء درجات الحرارة ببيروت 18 درجة بالعادي عم بتكون كانت عم تكون 13 و 14 درجة اليوم هيصير عنا رياح ناشطة من بعض الظهر بحدود الـ 65 كم بالساعة هيدا المزعج صراحة صحيح الهواء ببلش يزيد وهيتحول تدريجيا بعض الظهر لغائم الاجواء بتصير مهيئة لتساقط انطار الانطار المتفرقة هتبلش من فترة المساء اليوم التلج يعني من مساء اليوم لبكرة صبح بحدود الـ 1400 متر هينزل تساقط للتلوج وطلوع يعني بعدها دافية الكتلة البردي عم نشوفها بعدها بعيدة عننا يعني بس عم تأثر علينا بشكل بشكل قليل اعتبارا من بكرة بتقرب على الكتلة البردي علينا بتقرب على لبنان بكرة ببلش طاقصنا غائم جزئيا لغائم انخفاض الدرجات للحرارة ضباب على المرتفعات اعتبارا من فترة الظهر ببلش عندنا تساقط انطار بالفترة الصباحية تساقط انطار خفيفة مترفقة برياح ناشطة سرعتها لقدود 65 كم بتزيد قوتها اعتبارا من بعض الظهر وبينحول الطاقص تدريجيا خلال المساء العاصف مع وصول المنخفض المنخفض بيكون دخل علينا المنخفض كريم وهنا حيصير عندنا تساقط انطار بشكل غزير حتكون مصحوبة بعواصف راعدية يعني الجمعة اكتر شي هيكون الجمعة من الفترة المسائية او بعض الظهر الهواء ممكن يوصل لحدود 85 كم بالساعة الماش بالفترة المسائية لحدود 4 مت التلش بيبلش على 1200 الصبح بيكون على 1900 متر الصباح السبت والسبت السبت هيكون عندنا تساقط كمان هوا ناشط بحدود 65 كم بالساعة التلش بين 1100 وبالفترة المسائية عن 900 متر وخاصة بالشمال يعني هي الأحد الأحد هتضعف وهو هيكون نهار الأبرد فعليا الأحد والتنين بتكون خلصة يعني الأحد من بعض الظهر كمان بتكون ضعفة وانتهت لشوي بالمناطق الداخلية بتلحقت راكم تدج مفروض يعني البرود بالنسبة لكمية التراكم السلوج ما حتكون كميات كبيرة إلا فوق الألف متر يعني المناطق اللي تحت الألف متر التراكم السلوج ما انه كتير كبير أو بينخاف منه الناس بدأ تاخد حذرة بقصة انه يكون عندها منزوط وسائل تدفئة بالمناطق العالية وأكيد سلوك الطرقات الجبلية يعني طرق دهر البيضر بالفترة من مصر نهار الجمعة الناس تتجنب بالنسبة للساحل اليوم درجات الحرارة بين 12 و 23 درجة الجبال من 8 إلى 16 درجة والداخل من 8 إلى 18 درجة بكرة لدينا انخفاض بحضوط لأربع درجات تقريبا من كافة المناطق وهالانخفاض هيكفي كمان بالأيام بالنسبة لليوم الرطوبي عم تكون بين الـ 45 والـ 75 بالمئة بعدها منخفضة وساعة شروق الشمس 6 و 33 دقيقة الغروب الساعة 5 و 12 دقيقة هذا بالأجمال كل شيء شكرا لك محمد كنج من مصلحة الأرصاد الشوية وننتقل لنبيل صرحاني شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم